السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب ولو تانية سنوي وتالت سنوي كمان اهلا بكم في فيديو النهاردة اللي بنعرض فيه ان اساي مقال بخصوص يعني اهمية السياحة بما ان هذا المجال مجال حاوي موضوع مهم موضوع بيشغل الساحة عموما فقررنا ان احنا نعمل لكم هذا الاساي وده برضو بناء على طلب احد المشتركين بالقناة مؤخرا الاطراب مننا نعمل اساي عن اه توريزم صفة عامة طيب يلا كده الشباب نبدأ نشوف هنتناول هذا الاساي ازاي بداية طبعا اه نخلي بالنا من الانتروداكتوري باريجراف البراجراف التمهيدي اللي لازم نحتوي على الاثيس ستيتمنت او دي طبعا مسألة مهمة جدا في الكتابة الاساي زي ما انتم عارفين اه هنتبقى نقول ايه we all agree that tourism is part and parcel of country's national income يعني كلنا متفقين بان السياحة هي جزء لا يتجزأ خلي بالكم من التعبير ده احفظوه some part and parcel of جزء لا يتجزأ من country's national income الدخل القومي للدول it's a main source of hard currency انها لتوريزم السياحة a main source يعني مصدر رئيسي of hard currency للعملة الصعبة so لذلك all countries must pay much more attention to that vital field لذا في ان كل الدول يجب عليها ان هي pay much more attention يعني تهتم اكتر واكتر او تولي مزيدا من الاهتمام to that vital field لهذا المجال الحيوي that can flourish اللي ممكن يعمل على ازدهار economy الاقتصاد in the following lines i am going to answer the questions why is tourism important and how can we attract tourists to come to our country وفي السطور التالية سوف اجيب على الاسئلة اللي هي ليه السياحة بتكون مهمة وازاي احنا نقدر نجزب سياح لانهما يجوا لبلدنا دي كده يا جماعة topic sentence بتاع اللي نحددتها عندي فيه البراجراف الاولاني اللي هيدور عليها بقى ايه كله وهو اهمية السياحة وازاي ان نحن نجزب سياح اكتر لبلدنا نخشي بعد البراجراف التاني اللي هنتناول فيه اجابة لاول سؤال اللي هو ليه السياحة مهمة اولا the state يا جماعة معناها الدولة نبدأ بقى كده نترجم الجملة من اولها اولا السياحة هي a fertile source يعني مصدر خصب to flourish لانعاش وازدهار the economic sector القطاع الاقتصادي in the state في الدولة it's the source of job opportunities for young people of both sexes يعني انها مصدر للتوظيف او فرص العمل للشباب من الجنسين when the tourism field thrives عندما انتعش مجال السياحة this benefits both the individual and the state فان هذا يفيد كل من الفرد والدولة so we find that countries are competing strongly to attract tourists to visit them لذا فإننا نجد أن الدول are competing strongly يعني تتنافس بقوة لبقى the cost of the trip that's by providing the best offers وهذا عن طريق تقديم أفضل العروض in terms of المتعلقة ب the cost of the trip المتعلقة ب سعر أو تكلفة الرحلة and accommodation والإقامة in addition to بالاضافة إلى providing sports and entertainment activities in the tourism program وهذا بالاضافة إلى داد وتوفير أنشطة الترفيه وأنشطة الرياضية في برنامج السياحة as a result ونتيقى لذلك this makes the tourists enjoy a lot فإن هذا يجعل السياح يستمتعون كثيرا جدا خش بقى يا شباب على البراغراف الثالث وهو المتعلق به إزاي بقى نجذب عدد كبير من السياح لنا now we come to the second question which is related to how we can attract tourists to visit our country والآن نأتي للسؤال الثاني وهو المتعلق بكيفية جذب السياح to visit our country لزيارة بلدنا when a tourist finds good treatment and the provision of all his supplies sure he will come again to our country عندما السائح يجد قدم الضيافة والمعاملة الطيبة يعني توفير الكسير من احتياجاته أكيد sure he will come again هي مرة ثانية to our country لبلدنا we must raise citizens awareness of how to deal with tourists يجب علينا ان احنا نرفع وعي المواطن بكيفية معاملة السياح and how to welcome them وكيفية الترهاب بهم preparing a large number of tour guides to deal with tourists of different nationalities is a good step وان اعداد عدد كبير من المرشدين السياحيين للتعامل مع السياح من الجنسيات المختلفة هذا يعد a good step يعني هذه تعد خطوة طيبة أو خطوة جيدة building more tourist villages and resorts with all means of comfort contributes to attract tourists to come to our country again ان بناء more tourist villages مزيد من القرى السياحية والمنتجعات resorts with all means of comfort بكل وسائل الراحة ده يسهم فيه بقى contribute to يعني يسهم فيه attract tourists يسهم فيه جذب السائحين to come to come to our country again في انهم يأتوا الى بلدنا مرة اخرى نخش بقى على البرغراف الاخير وهو الخاص بالconclusion to conclude وباختصار بقى شباب tourism is a rich field that can develop the economic sector in the state السياحة مجال غني اللي ممكن يطور القطاع الاقتصادي in the state عندما يتم استثمار السياحة بطريقة جيدة profits will increase فان البروفيت الاربوح حديد and the prosperity will be achieved ويتم تحقيق الرخوء Much attention should be paid to encourage greater numbers of tourists to visit our country حتى حتى كده يعني much attention يعني اهتمام اكتر should be paid يجب ان يعطى to encourage greater numbers of tourists لتشجيع اعداد اكبر من السياح to visit our country لزيارة بلدنا كده كده كود الموضوع خلص البراجراف الاولاني خاص بالتوبك سنتنس عرضناها البراجراف التاني والتالت خصصناهم لتفسير وشرح وتناول الفكرة الرئيسية بتاعت الموضوع وفي اخر خالص طبعا نخصنا كل الدنيا ديت في ان السياحة بتنعش المجال الاقتصادي حاولوا تقرؤ الموضوع مرة تانية او تصمعوا الفيديو مرة تانية وان شاء الله تستفيدوا اكتر واكتر اي موضوع تحبوا نحن نتكلم عنه تتوين بس في التعليقات وحنا ان شاء الله هلليب رغباتكم بقدر المستطاع thank you very much and good bye